أوضح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط وبرامج رفع كفاءة جودة الخدمات لموسم الحج لهذا العام وأضاف المحمدي أن الوزارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات البلدية لتلبية طموح الحجيج في جميع المجالات البلدية إضافة إلى تقسيم مناطق المشاعر المقدسة إلى 27 منطقة خدمات بلدية لتسهيل مهمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير كافة سبل راحة ضيوف الرحمن